اكثر من عشرين حافلة تضمن تنقل المناصرين من وإله ملعب نيرسون مونديلة ببرقي انطلاقا من منتزه الصابلات بالجزايا العاصمة تنظيم محكم لتنقل الأنصار في أحسن الظروف خصصت المؤسسة الوطنية للنقل والشبه الحضاري عدة حافلات وتنطلق من عدة أماكن وهذا لنقل المشجعين وتسهيل تنقلهم إلى ملعب نيرسون مونديلة وأيضا خصصت حافلات يعني كيكونوا في عائلات وأشخاص دون احتياجات خاصة لبياما يعني ديتهم حافلة خاصة هي لتكون بنقلهم إقبال كبير من المناصرين وحتى من العائلة ممن آثروا التنقل عن طريق الحافلات أين استحسن الجميع المبادرة قالنا من قائل ما جينا حطينا طوبيلات عنا في السابلات وإحنا فرحانين إن شاء الله يربح الفريق تعنا ونظمونا نظام هايل اللي حجبنا بزيف جيت بي أبو لادي والدي الكبير والدي الصغير والدي الاستاني كامل جبتوا لادي وجيت جينا بصنح النصر والفريق الوطني تعنا مشاء الله هالشانة لينا في أجواء عائلية تنظيم ماشاء الله نشكر الدولة لي وفرتنا هذا الكيران وكاين الأمن وكاين كل شيء أنا كامل جاني أخوذ جي توجل ريفي يكون نفن مو كي ما كافر بلاد سيفريمو شوف ما زعم شغولك ليديك كانت عندنا زعمة لشغول صداد أونفامي ولا زعمة سيفريمو ما نيفليك تكون مع أمك مع أختك مع مرتك والحاجة الشابة بزيف غالي لي شغول شغول عندك ينسوش دفيرتي مع إقلاع الحفلات انطلقت أهزج المناصرين اختلفت أعمارهم ولكن اتفقت قلوبهم على حب الفارق الوطني ثمان نقاط تجمع موزعة على الجزائر العاصمة وضواحيها سيجد المناصرون فيها كل الظروف المناسبة للتنقل للملعب في إشارة تؤكد من خلالها الجزائر مرة أخرى قدرتها على تنظيم مواعيد الرياضية الكبرى